اشتركوا في القناة واعتمادها كمنهجية عمل لتحقيق اهداف البرنامج واشد وزير الاسكان بمضامين جائزة تقييم المراكز الخدمية الحكومية والتي تأتي في اطار مبادرات الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير الاداء الحكومي واثنى الوزير على جهود اعضاء الفريق المكلف بتنفيذ خطة التحول الالكتروني والتي اكتمل الانجاز في غالبية محاورها بنسبة 100% اشتركوا في القناة